اهل وسهلا فيكن احبائي متابعيني هذا الفيديو هو الجزء الثاني من تزيين تزيين لرمضان لهي السنة ورح نعمل في زاويتين بالبيت اول زاوية رح تكون باللون الدهبي والابيض والزاوية الثانية رح تكون خاصة للاطفال لح نزين زينة تعجب الولاد الصغار خاصة الولاد اللي حيصوموا برمضان فبديت بالاول اعمل هلال من كرتون لونه ابيض بالفيديو السابق حطيت طريقته تماما كيف رح نساويه حطيت له ورق تلزيق لاصق لون ابيض ولزقت عليه كمان مثل هيك انبوب كله موجود بالفيديو السابق كمان لزقته بالتلزيق الدهبي وبدي حط عليه هدول الوردات وحاستعمل السيليكون الساخن الهلال الثاني كمان من كرتون حيكون اصغر ورح حط عليه هاد القماش السيكون اللي بيكون بيبرق باللون الفضي كمان رح استعمل السيليكون السخن وحطيت له هاي الكرتونة اللي بتجي بكرر المحارم المناديل وبلزقها هيك بالسيليكون صار عندي الهلال الثاني اللي لونه فضي بدي اعمل هلا اللون الثالث كمان من كرتون قصيت هلال وبدي حط عليه هاد القماش اللي بيكون دهبي هيك عم يبرق نفس الشي بلفو وهحط له هاي الكرتونة اللي تبع المناديل بالسيليكون بدي يلزقون واستناهن لحتى ينشفوا صار عندي هلا ثلاث هلالات هادول كلهم الكرتونات بدي لزق عليه هون تلزيق دهبي وفضي هيك متعاكسين الهلال الثالث رح يكون ملون قصيت كرتونة عنديها ملونة وعندي هاي الكلفة هي ملاقية بمحلات الخياطة كمان ملونة مثل بيش بدي لزق هالهلال على كرتونة مشان اعطيه شوية سماكة وهلا هاي الكلفة رح حطها على داير الهلال بيستخدم كمان السيليكون كتير بيطلع شكله حلو هاي الكلفة رح استخدمها بكتير تزيين اليوم بالفيديو وهيك رح لزقه على داير كلاياته تعطيني كتير شكل حلو وهي الشكل هذا خاص بشهر رمضان هيك صار عندي الهلال جاهز كمان رح حط كرتونة طويلة من الخلف لزقها بالسيليكون حتى يقدر اتحكم بالهلال وحطه باي وعاء باي استاند موجود عندي وزين فيه كمان حاستخدم هون السيليكون السخن ولزقه عليه هيك صار عندي الهلال جاهز وحابدأ زبط داير الموجود عندي وحط الغراض الموجود عندي بهالزاوية هالزاوية رح تكون كلاياتها ابيض ودهبي بديت حط الأحرف رمضان هدول الأحرف اللي بيجي فيها بطاريات فيها قضوية حطيت الهلال الاول اللي فيه ورد حطيت له حبل قضوية بالبطارية كمان فيه هلالات دهبية صغيرة وصينية دهبية على الطرف الوعاء اللي استخدمته مثل مزهرية مزهريات صغيرة حط فيهم كل الهلالات اللي عملتها الفضية والدهبية وعما حطت الفوانيس الدهبية الموجودة عندي وهدول انجوم كمان رح حطهم يعني رح اعمل هالستادة كلاياته دهبي وبديت رح حط الصحون الخاصة بزينة رمضان كل الصحون اللي مكتوبة عليها رمضان اللي مكتوبة واللي مرسومة عليها الجامع كل هاي الصحون نستخدمها برمضان وهون على الطرف الثاني صينية كمان لو ندهبية حطيت فيها علب للضيافة اللي حاستعملها برمضان هاي العلب حملية نوقة وراحة ولوزينة وهي الأشياء كلها بتنزل بصندوق الوصف حطيت هالصحون كمان بشكل هلال رمضان مع نجمة وبيدي هلا امليهم كلاياتهم بالضيافة وممكن نخليهم بس بشكل زينة بدون ما نحط فيهم أي شيء حطيت فيهم حلو عربي هلا حتشوفوا كيف بحط فيهم نوقة او راحة متل ما انتو بتحبوا هيك تقريبا الزاوية عندي صارت جاهزة حطيت المخدات اللي ارجيتكن ياهم بالفيديو السابق مكتوب عليهم رمضان حطيت الفوانيس الكبيرة الدهبية يعني هذا السيت كلاياته حيكون بهذا الشكل أبيض ودهبي وجمعت كل غراضي مع بعضها هيك طلع كتير الزاوية حلوة ورايئة شغلت قضوية حطيت قضوية من الأسفل ما بديها تكون ظاهرة فحطيت قضوية من خلف الطاولة وكمان من أسفل الرف بدي القضوية تكون مخفية كل هاي حبال قضوية بتكون اما على البطارية او بتكون على الكهرباء هيك صارت الزاوية عندي جاهزة ولا تنسوا البخور البخور ضروري برمضان حطيت هون مبخرة كريستال بتلبق مع هالزاوية اللي أنا عملتها كلها زاز وكريستال ودهبي والريحة ما بقلكون فورا تنقلنا لأجواء رمضان هلا حننتقل على الزاوية التانية هاي الزاوية التانية اللي حنعملها للأطفال خاصة الأطفال اللي حيصوموا السنة برمضان اللي حنعمل لون هكزاوية خاصة فيه نملونة فيها كل الشغلات اللي هنين بيحبوها فبديت هون حط الفوانيس هون أنا حطيت لهم نفس الكلفة اللي استخدمتها على الهلال اللي ملون حطيتها على الفانوس وكمان هحطها على الأطرميزات هدو الأطرميزات باللور كمان حطيت عليهم الكلفة من الأعلى هدو مثل القماش هدو الأطرميزات كلها هلأ بدي عبية بالشغلات اللي بيحبوها أولادي وحنحط أول الكانديز هدول اللي بأول مطربان موجود عندي يعني شو في عندي بالبيت أو شو الأكلات اللي بيحبوها وبيرغبوها برمضان تشجعون إنه يصوموا لأنه حياخدوا الحلويات بعد الإفطار حطيت هون كورنفليكس ملون حتى يلبق مع هالستة اللي عم بعمله هون شوية شوكولاتات يعني كل الشغلات اللي منحبها واستعملت متل ما قلت لكم المطربانات الموجودة عندي بالبيت وهي الهلال اللي ملون اللي قصيته حطيت له الكلفة على الدايرة حطوه هون كخلفية بجنب هالقطاع بيطلعوا كتير حلوين مع بعضون لأنه محتطلون نفس هالكلفة هيك الملونة والصينية كانت ملونة وفيها قضوية هون طبعة صور أخدتهم من الإنترنت وأولادي عما يقصوهون راح نقصوهون كتير بينبسطروا لاد وقت هيك بيشاركونا بالتزيين بتلاقيون هيك متحمسين وعم يقصو الصور ولزقناهون على كمان كرتون وحنحطون هدول الصور التبع فنانيس الخاصة برمضان وحنحطون بين هالشوكولاتات والأكلات الطيبة لحتى يكمل معنا قصة كلياته بينبسطوا الأطفال لما بيشاركوا بهالنشاطات بالمناسبات كتير راح ينبسطوه هادا كمان فانوس قصينا ولزقنا هيك تقريبا صارت عندي الطاولة جاهزة عم حط شوية عصاير بتتبدلك اليوم برمضان حطنوا العصاير اللي هنن بيحبوها وطبعا حطيت قضوية بالصينية وعالطاولة عالطاولة فرشت ماش الخاص برمضان الخيامية المصرية ومن خلف أنا عندي شباك على برداية فحطيت نجوم الى الرمضان القضوية بتعطيني كتير شكل حلو للست هيك صارت زاوية الخاصة بالأطفال جاهزة مبسطوا فيها وحبوها كتير يعني متحمسين يبدأ رمضان بعد ما شافوا هالست رمضان الخاص بالأطفال هيك كانت الأفكار لهالفيديو اليوم إن شاء الله تحبوا الفيديو وبشوفكن بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر